موسيقى وهذا كبلي بأن شي حاجة غريبة لأن الروح عزيزة عند الله وثانين هو بقي داري صغير ثانين هو شريف موسيقى تتأكد ذلك تصور في نقا وجدت في هذا المرجد هذا اللي اعلم بالدرك بأن كين الجثة هو الحارس دي الواحد الشركة لسميته حياة يعني الأم حياة والأرض اللي قوافها سميتها تهامي دي ملايس منتو التهامي والمقبرة دي الرحمة ملايس منتو التهامي كيفاش نقول في مشاهدينا كرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى عدد كبير من المغاربة متبعي الملف تهامي بناني مشاهدينا الكرام الجلسة السابقة كانت حضرات الأستاذين بخيار محامية بهاية أضل بيضاء وهي اللي كتنوب على التهامي بناني بطبيعة الحال من مورا الجلسة غابت على الأنظار نظراً الوضع الصحي دي الافتكت الضرفية ما كانش على ما يرام تمنينا الأستاذة أنها تكون بخير اليوم تواصلنا مع الأستاذة وكذلك الأم حياة اللي غدينشوفوا معها المستجدات في الموضوع بحكم أننا مقبلين أيام قليلة على الجلسة اللي هي 14 أكتوبر يوم الجمعة المقبل غدينشوفهم جموعة من نقط مع الأستاذة زين بخيار وكذلك كيفاش كتشوف كيفاش كتشوف الأمور؟ أنا كنشكركم أستاذة يوسف من هذا من بر كبات حالتنا ذلك وكيفاش كتشوف بأن الجلسة الفارط دورة صحية من نحن أنه من ناحية المعنوية والنفسية كانت مضمرة قليلا لم يقبل وإلا أنه بما أن الالعاب كله يسعب بأن حياة العالمية بقت بوحدها ونظر لأنها اشتامرة وتكررة كدت بحلة تتخليص على حساتة بأنها بقت بوحدها محلل أموحامية مبقاش كتنوب عليها معــال أستاذة العمانية في الراعية بإرادة الاتفاقهم بأنهم لم تفهموا ما هو ربق نخوص كنا نخوص إلا أنه كان خاص من اللازم وقبت نخرج للحروجة ونحن نقوم بالرأي العام بأنني بالإلحاء من الأستاذ العالمي الحياة خرج مجبارة ونحن نضرفها بالملف وإن شاء الله ستكون الجلسة ونبقى معها ونقنفها بالملف إلى الأبد ونحن نقوم بالحنين والأبد بإحساس العالمي مجراء ونحن نقوم بالمجراء السفنين ونحن نقوم بإعالج مجراء أthonعب ونحن نقوم بالملف إلى المرأة ونقوم بالخضر عن الآخر وأنا تنظر إلى المجراء العائم لأنه لم يكن نقول القتل على أساس أنه عندنا الصيفة لأنه لم يكن لدينا القابر و لم يكن لدينا عدد متورورة لكي تنصب كمطالب الحق المداري إلا أن ذابا مدى ما وصلنا وقد عدنا معطيات خطيرة جدا لأنه حطتها القضاء وتعهد القضاء بأنه عندي جميع الدفوعات الغناطي لا تضحر هذا الشيء ومؤكدين أحد القرآن تقدمت بشكل موضوع ناس القرآن إن شاء الله يخدم جرام طبيعي لأنه هذا هو الضوء دي المحامي لأنه نحن أدن واحد الرسالة واحد أمانة قدام الله باش نوصل الحقيقة ولا شيء أغل الحقيقة وأنا يكون كل شيء مغاربة على الصعيد المغربي وخارجي بأنني أنا كما تعالت أنا غنبقى في الميل في الديل التامي بأنني إلى الأبد حتى نوصل الحقيقة حتى صدر الحكم حتى نعرف الحقيقة ومعني نذكره حتى شيء واحد وهذه الحقيقة ولو لا شيء أغل الحقيقة وخشكون بتهراص أستاذ أنا عندي معك سؤال واحد في الموضوع هذا السؤال يتعلق بالجلسة الفارطة آنفاً السيد الرئيس أول ظهور للشاهدة التي طلبتكم أن تحضروا حضرات وكذلك السيد الرئيس أعطى واحد القيمة كبيرة لهذه الميلف كالجلسة خاصة يعني هذا الجديد في الميلف وانتي مقبلة لعلى الجلسة اللي بطابعة الحال غا تكون عندكم دفوعات شكلية أعتقيد غا تكون عندكم جموعة من الخطوات اللي غا تبدأ في الميلف كيفاش كتشوف انتي الأمور الخطوات السيد الرئيس وكذلك من هجي يجيلك في إطار القانوني لدي الميلف كيفاش كتشوفيه؟ أول من حيث سيد الرئيس كلمشكورة لأن بلنا جميع الطلبات التي طالبنا بها فيما يخص إحضار الشاهدة بالقوى العمومية كما قام باستدعاء جميع المصرحين دي المحضر وكذلك الشهود أخرين كنا نحنا طالبنا بهم كانوا كل شي الأعضاء كل شي الأطراف موجودة وكذلك تقرر اعتبار ميف جاهز لنهار الجمعة لن يفهم أنه جلسة سرية لا جلسة خاصة لأنه ميف طويل وغادي طول وفي الهضرة بزافة بزافة مناقشة لا يمكن أن يخصوني النهار بوحده لا يعني بأنه سيكون ذاك النهار للحكومة يالله هالدفوعات شكريه يالله يالله بقلشي ناس خاصة نسامعوا لهم يعني أنه ميف رباقم يتكلم وكذلك الأقل خاصه ضروري أنه ضروري كما صار قادي التحقيق كمشكل من هذا النهار بما أنه استدعى جميع الأطراف يعني أنه بغى وصل الحقيقة يعني بأن المئل في جهازه يعني بغى يصرعوا في هذا النهار لأنه الحقيقة بانس ما كنت شو واحد بقينا غادين لكو ما كانش إعلان أنا كنت أقول هذا النهار لأن الإعلان رانهورنا لأنه كون ما تعرفش هاد ميف أنا كنت متيقنا لأنه على بناء المعطاية للتعطاس ماذا بأن ذلك الدري القاصر خد البراءة فيما يخصوا عدم التبريغ ودروا بأنه تامي ماس تامي ماس ولاحوه يعني أنه كان بمن ثلاثة الدري لكون كان هذا الدلال الرشدة لكون كان دازو في الجلسة في الدكسة على أساس القتل هما تقولون ماتوا الحناه ما كانش يجدتا ما كانش اعتراف كان غادي يكون مراءة لهذا الأساس نحن كيفنا المتابعة لكن ليس كيفنا على أساس لا لا أنا من اللي ونقول القتل مع مرية ما كانش قتل من اللي ومن اللي تختميث هفتكي القتل إلا أنه مخانش عدنا المعطيات لنقول القتل إذا بعدنا جميع وسائل الإثبات لقد سيدينا ذابة لها يقسنع الجميع بمثل قضاء المحامون العموم الرأي العام سيشب أن هذه الحقيقة الغرفاتة واحد بوضوح نعطيها وهذه الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة لأن الحقيقة ما هي الحقيقة الحقيقة رأي حقيقة يلا لما تتوح لما تحكم لعبدك يحكم الله أستاذة كذلك في الحوار السابق مع الأستاذة تكلمت على صور كنت تقدمت على المحكامة وقدرت أن تشاهدوا هذه الحقيقة لأن الصور لم تكن قبل كيف أفتيت هذه الأمور؟ هذه الحقيقة لم تكن قبل ولكن كانت هناك صور من المجلس الصورة التي كانت في الصالون وقدرت تشريح هذه الصورة وقدرت لم تكن قولها وقدرت 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 خطر وقدرت 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 كانت بزر تحفظ لم تكن قولها صحيح سؤال أخير هل أنت مستعدة للمواجهة بطبعه تكلمة كبير فيه أي فيه إشكاليات فيه نقاش فيه أطراف وانت يوم الجمعة مستعدة المعلومة مستعدة لأنني ثلاث سنين وانا كن هضر في عدم ميف ثلاث سنين تقريباً دلنا نشي ثلاث سميات فيديو وحنا عاد نبليل والنهار كنا كدش تسالية جزتين الليل سنلقاوش تلليل سماو كن هضروا لأن ما كنش كون ما كانش هادشي كان غي ميف غيب خاكي في مداز ميف دي القاصر في سرية أعطوا البراءة كان هادمين في كل ما كنش نشي العلنية كان غادي يخد توا ما دم بقى الآن بقعتنا غموض ما دم آن بقى كنش نشي حويج ماذا أخها وصلنا هادشي كله وران شاء الله ما غا نهد ميف غا نحيدوش عليه كل شي اللي ذر إذ من بعيده من القارب تهد ميف غايجي تعد مراسو جبت أستاذ عطنت منولك التوفيق مشاهدين الكرام مجموعة من اللوقات في الإطار القانون شفناه مع الأستاذ زينب سنشوفو نفس سؤال مع الأم حياة اللي بزور موضوع أستاذ زينب مقبيلة على جلسة يوم الجمعة كيفش كتشوفي الأمور أستاذ الحي السلام عليكم أنا عمر ضني مخابلي في أستاذا لأن من النهار اللول هي معي في الطريق الحسن غيره كان بعض المرات كيوقعتها ما الطول والتي وقعت أخر أما هاتشيرها مش موهم بالنسبة للميلف هي ما زال معي في الميلف بإذن الله ما عنداش علاج تخلع الميلف لأن أخذته بقلبها وبجوارحها وحسبت تتهمي بأنني كولدها ما غاديش تخلع إن شاء الله بإذن الله أنا ما عارفه كل شيء عارف شوفوا السيدي دلتوا معينا شرحتوا ودفنتوا وعرفتوا القبور فين كاين وعرفتوا كل شيء والحواج كاينين وكل شيء كاين ما يمكن لش مشي هباء المنطورة رغم ما غاديش نتفاق مع الميلف ما غا نتفاق معه لأن شوف ما شي أنا نتضم فولدي ما نشوفوش ونتضم حتى في حقي أنا كم وطينا نطلب ولدي نشوفو لا جوج حقوق لا لا ولدي لا حقي فولدي ما يمكنش نعم أستاذة مرحبا من سبلي أول هذا الميلف عش أنا أنا صممت سباش نشطر في النهاية لأنني مع مريك شروح لم تجيوش مره بالاخت الميلف وأكدوا لي جميع الناس جميع الناس لديهم هذا الميلف حلموا به وهذا كبلي بأن شي حاجة غريبة لأن روح عزيزة عند الله وتانين هو بقي دري صغير تانين هو شريف بما حاجة بك تأكد ذلك تصور فين قوي جتة في هذا المرجد هذي اللي أعلم بالدرك بأن كين الجتة خد هو الحارس دي ال دي الواحد شركة لسميته حياة يعني الأم حياة والأرض اللي قوي فيها سميتها تهامي دي ملاسفين تهامي والمقبرة دي الرحمة ملاسفين تهامي كيف نقول فجعني الله سخر هذي الناس الجماعة لكلهم دعم فهذا الميرف الله اللي مسخره لهذه الولد حيث لا يعقل هذي شيء يقع بالسلطة يعني أن الله را كبير لا يوجد شيء واحد فق الله كنا ما كان سوطة شيء فق الله إذا طريق نضيفه كيف يعرفوا هذي الدري راح 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 وربي ما خلعش وضحطك الأمور لغريبة فهذا الميرف لدرجة أننا وصلنا لحقيقة ونزيده النص كنت من لك التوفيق ومحيات كنت من لك التوفيق كما تبعتم معنا موضوع تهمي موضوع كي تبعوا عدد كبير من المغاربة وهنا كنوجه كذلك الشكر جزيل للقضاء المغربي وبالضبط يعني الجلسة الهيئة المختصة في هذ الميلف اللي عنده أولوياته وعطيه الميلف قيمة باش تنقشه من جميع الجوانب دياله هاد الشجاعة ديال القاضي بطبيعة الحال اللي استدعى الشهود اللي غادي يفيدوه بطبيعة الحال أنه يكون صورة على الميلف وكذلك يتبع المراحل ديال الجلسات كاملين باش يكون يكون القناة الشاصية ويكون العدالة قبل ما يصدر الحكم بطبيعة الحال مشاهدنا الكرام مجموعة من الحيتيات في هذ الميلف تناقش بشقين شق إيجابي وشق سلبي وهو في حد ذاته هاد الكلام هو صحي لأنه المنطق يقول فئة تقوله نعم فئة أخرى تقوله لا وفئة محافظة وهذا هو أساس الديمقراطية فيما يخص مجموعة من النقط اللي تكلم للمع الأستاذة اللي هي تعتبر أم وعانات في هذ الميلف وكذلك مجموعة من الناس اللي هما تتطبروا جنود الخفاء كذلك الأستاذين بخيار هي مقبلة هذه الجلسة لها منهجية محكمة في تتبع الميلف ولها أدلة كذلك اللي غد قدمها أمام الهيئة مشاهدنا الكرام حتى لا أطيل عليكم نحن نتتبع هذا الميلف وسوف نوافقكم دائما الجديد فيما يخص قضية تامي بناني مشاهدنا الكرام يوم الجمعة إن شاء الله نشوفوا الجديد شكرا للمشاهدة